وصلنا لفقرتنا الثانية واليوم أكثر من 600 طفل وطفلة من مختلف المحافظات السورية شاركوا بمسابقة علمني 2024 وتحت شعار نحن أدى يلي ضمنت حساب ذهني وصودوكو وذاكرة ذهبية ومكعب روبك ونحكي أكثر مشاهدينا بشكل موسطى عن أجواء هاي المسابقة عن المشاركين وعن المدربين يسعدنا أن تكون ضيفتنا لليوم السيدة رفايدة مكي مديرة تعليمية بمجال الحساب الذهني صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح الخير سيدة رفايدة أهلا وسهلا فيك اليوم نحكي عن مسابقة عالمية على مستوى القطر من جميع المحافظات السورية كما بنفس الوقت نضم أعمار مختلفة وأصناف مختلفة من الأشخاص تحت سنة 12 أطفال ومنهم بالغين دعنا نحكي عن مسابقة نحنا أدى بشكل مختصر منك مصابقات تعلمني هي مصابقات سنوية السنة كان شعارنا نحنا أدى كثير تحديات واجهتنا لكن نحنا أدى مع أطفالنا مع مدربيننا من مختلف المحافظات كانت المسابقة على مستوى سوريا وإن شاء الله البطل سينتقل لمسابقة عالمية بإذن الله إن شاء الله يا رب خلينا نكون أكثر بأشواء المسابقة كلمة لنعرف المشاهدين اليوم من هنون الأطفال المشاركين فيها الفئات العمرية شو هي كانت شروط الاشتراك شروط الاشتراك كانت سهلة بس بنفس الوقت ما كانت اعتباطية يعني كنحنا متفقين من أول السنة في تدريب مكسف هذا التدريب بتم عن طريق مدربيننا معتمدين بالمؤسسة وعن طريقهم بصيروا هنين بيدربوا الأطفال لمدة 12 شهر ليوصلوا لمسابقة أيلول اللي هي مصابقات علمني 2024 طبعا كمان معدي البرامج بيكونوا معنا معدي برامج زاكرة الذهبية الأستاذة نعمت كمان الروبك الأنسى دعاء وصو صدوكو أستاذة سمية كانت على بعض اختصاصات عديدة لك اليوم هاي المصابقة سيدة روفيدا ضمنت كثير من الأممات وخنا نقول الحسابات الزهنية من مكعب الروبك الصدوكو الزاكرة الذهبية كمان يعني اليوم أدي في أطفال وأشخاص استمتعوا بهذه المصابقة أو اكتشفوا قدراتهم ممكن كان عندهم قدرات أو مواهب حتى هاي المصابقة أبدعوا باكتشافه خلينا نحكي أكثر عن المصابقة هاي يمكن الأكثر انتشارا هو الحساب الزهني لكن ليس هو البرنامج الوحيد يعني البرامج الثاني كنا نحن حابين نضوي عليها لأنه أحيانا في أطفال ما بتكون موهبتهم بس حساب يعني أدى مهمة لحتى تساعد هيك أطفال لأنهم يكتشفوا حالا جدا مهمة أول شي بالنسبة للطفل هو بيكون عنده قدرة معينة لكن مو مكتشفة فالمدربة ما بتبلش بتدربه على البرامج بيشوف قديش عقله بيقدر يحل هذول التمارين هن كانوا مية وعشرين سؤال بس بسبع دقائم اثنين فيه أشياء تانية مثل فك الشفرات مثل الصدوكو والألغاز وهذا الشيء اللي أطفال سوريا ما شاء الله بذكاؤن اللي مبهر جدا وحتى أطفال عمرها تلت سنين شاركوا معنا وقدروا يحلوا ثمانية سؤال خلال سبع دقائم فأكيد شغلة مهمة كتير للأهل وللأطفال هلنا عم نحكي عن النتائج إذا طلعت نتائج نتائج نسرب شيء أكيد لحنا هذا اليوم كان مهرجان ما عم نحب نضوي نضوي بس على الفائز لا خلي كل الأطفال انت شاركت انت فائز النتائج إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب نحن دائماً نسأل عن تجهيزات والتحضيرات التي تكون موجودة قبل المسابقة كيف كانت التجهيزات كيف كانت التحضيرات عانيتوا من صعوبات أثناء اليوم تدريب هذول الفئة من الأطفال التي توصلتوا لنتيجة خبرنا أكثر يعني تجهيزات كانت مرهقة متعبة لكن قديش نحن نبسطنا لما شفنا الأطفال مبسوطين ما في عمل بدون تحديات لكن فريق العمل أنا ما أعرف إذا بقدر أنا أقول عنه احترافي وجد بتشكرهم كلهم كانوا على قلب واحد أي تحدي كان يواجهنا كنا كلياتنا أدى مع الأطفال المدربين باللجنة العلمية كيف كانوا عم يدربوا الأطفال عم يحمسوهم انتو بتعرفوا الامتحانات الاختبارات دائماً بيكون فيها توتر بيكون فيها خوف نحن حاولنا قدر الإمكان أنه نفوت الأطفال بسلاسة نحببهم بهذا الشيء كمصابقة علمية بدون توتر بدون خوف ما في نتائج انت هون انت فائز الميدالية كانت لكل الأطفال كل المشاركين حلو العروض اللي كانت حتى كان فيه ميلوية بتعبر عنا عن دمشق قديش مهم نحن نعرف أطفالنا عن هذا التراث فيه أشياء كمان كانت حلوة مثل مسرحيات حكينا عن غزة حكينا عن كتير أشياء حكينا عن قديش نحنا وطننا حلو قديس سوريا حلوة طبعاً نهيناها بكتب اسمك يا بلادي بكتب اسمك يا بلادي وأكيد كل الأطفال كانوا يغنوا بصوت عالي فما كان فيه يعني تحدي كتير كبير لما نشوف الأطفال حلو ممكننا الفكرة الأحلى بهذه المسابقة والأريحية اللي كانت فيها واللي خلت الأطفال مبدعين أكتر ويقدموا أكتر بكل أريحية وما يتوتر هو أنه شعورهم بأنه كلهم فائزين وكلهم شاطرين وكلهم مبدعين بنفس الوقت ولكن اليوم هايك خلينا فيه تمييز ألتلاء اللي عمرهم بعد الـ 12 سنة إذا كانوا متفوقين في إلهم جائزة خلينا يا عيك نسرر بالمعلم نحنا صاح منحب إنه يكون كيل مبسوت ولكيل مرتاح لكن كمان اهمية التفرد التمييز الولد اللي 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 تحدى حاله عم يتدرب أكثر شجاع هذا اللي بيحصل عليها لحنا كنا شعار الأبطال كان للعالمية نرتقي حنالهم إن شاء الله لمسابقات عالمية باسم سوريا كمان نحن قبل الأسبوع حقلنا المركز الثاني ببطولة مصر اللي كانت بطولة العربية والحمد لله الأطفال السوريين كانوا مبهرين جدا كمان اشتركنا ببطولة الزاكرة الذهبية والحمد لله كمان حقلنا مركز ثاني وإن شاء الله السنين الجاية من حقيق ملاكز أولى الأطفال المبدعين اللي حققوا نتائج مبهرة حيشاركوا بمسابقات عالمية إن شاء الله يا رب خلينا نركز كمان على النتائج ونعرف اليوم في معايير أو شروط معينة بتمشوا علي اليوم خلال هاي المسابقة لما طلعت النتائج خبرينة تفاصيل أكثر كلمان يكونوا الأطفال والأهالي على علم كيف تم هايدي المسابقة والنتائج أكيد أنا بدي خبر الكل إنه في دليل قبل المسابقة بيحكي عن الشروط إنه أنا إذا بدي أشترك شو لازم كون بلس إنه أنا إذا اشتركت بهالمسابقة شو بدي أعمل أثناء المسابقة طيب بعد المسابقة كيف حتكون آلية التصحيح كل هذا اللي احنا بيخبر عنه الأهالي يعني نحنا كان عنا سبع دقائق لكل الأطفال مين بيقدر خلال هدول السبع دقائق يحل أكبر عدد التمارين يعني ما كان فيه مين بيقدر يحل أقل من سبع دقائق لا كان الوقت واحد بعدها بتجي مسابقة اسمها مسابقة الخارقين يلي هنم مين بيحل هدول التمارين بأسرع وقت مسابقتنا هالسنة لا كانت سبع دقائق الكل خلص عند سبع دقائق منشوف مين حل التمارين الأكثر بس في وقت قليل سبع دقائق كم سؤال كان موجود هلأ يعني أنا بدي خبرك يا ريت كون كنتوا معنا بالمسابقة اللي تشوفوا الأطفال قبل السبع دائئ كانوا مخلصين حالوا ما شاء الله كان السبع دائئ بالنسبة إلهم هو وقت كتير كبير لأن كان سرعتهم رهيبة وتدريب بالمداريبين الله يعطيهم ألف حافية كان كمان رهيب طيب استهازة رفايدة كمان اليوم خليني هيك نأخذ معنومة أكتار وأوسع لكل المشاهدين لكل الأهالي اللي عندهم أطفال بيشوفوا فيهم إبداعوا وأنهم خرجوا ينضموا لهذه المسابقة فيه شيء تجهيزات أنهم يمرؤوا فيها أو خرج الأهل يعطوها لأطفالهم ويحافظوهم قبل ما يروحوا عن المسابقة أكيد أول شيء نطلب للأهالي كلها أنه يهتموا بهذه برامج هذه البرامج بتحفز التفكير عند الطفل زائد أنه هي بتعطي الطفل شخصية مميزة يعني الطفل اللي ما فاز ممكن يكون يكتسب خبرة ثقة بالنفس ممكن هو يتعرف على ناس اهتماماتهم مثل اهتماماتهم شاف هذا الأفق الواسع نحن اليوم أطفالنا بحاجة لأنه يعرفوا أشياء كثيرة لكن الأهل كيف ممكن يعرفوا طفلهم أنه أنا طفلي يخرج حطوا بهذه المسابقة ما ممكن يكون فيه طفل ما يشترك بالمسابقة يعني أنا ضد أنه والله هذا الطفل ممكن هذا الطفل لا ما خرج أنا بدي الأهل يعرفوا أنه طفلك شو ما كان نمطه حركي لا هادة شو ما كان المدرب الشاطر بيقدر يطلع منه شيء يعني ممكن نبلش من قدرات زيره ما عنده شيء نحن نصنع القدرات مع مدربيننا هلأ حسب كل طفل بس الأهل أنا بدي جوح أخط ابني بمركز مهتم بهدون وينما كان واليوم على اليوتيوب حتى صار فيه أشياء كثيرة مثل متاعب الروبكي فيه أطفال ما كانوا ندربهم إلا عطاهم ثلاث أربع جلسات بس لحتى يختصر عليهم الوقت والجهد فالأهل بس هتموا بقدرات طفلكم العقلية لأنه هلأ وقتا مجرد هلأ ما أنا نميت طفلي وقدرات طفلي العقلية أنا قدرت أحصل على طفل بـ 12 سنة شخصيته مميزة جدا تمام ما ذكرتي خلال حديثك أنه يوم يمكن ما في خسارة بالموضوع الطفل هو فعلا يكتسب خبرات ضمن هاي المسابقة لو ما فازوا رح يمكن يتواصل أكتر مع أقرانه ليستفيد طيب إذا ما نطمن الأهالي أو هذول الأطفال يلي ما حالفون الحظ هاي السنة وذكرتي أنه هاي المسابقة عم تكون سنوية هنال بيقدروا يستجلوا بالسنوات القادمة أم هي فرصة وحيدة؟ لا أكيد هي محاولة غير ناجحة فقط لها إن شاء الله في محاولات كتير ودائما الأطفال الفائزين بيكونوا هنالك كان عندهم تجربة سابقة لأنه التجربة الأولى بتكون شوي صعبة بيكون لسه معرفة الطفل شو بده يعمل ويكون من حليفهم إن شاء الله الفوز بالمرات القادمة بدي طمنهم إنه أي حدا بيفوز بأي مسابقة ما بيقدر يشترك بنفس المستوى يعني حتى ما يضل إنه هو عنده الخبرة وبس مثل كمان اسم المسابقة نحنا أدى يعني اليوم أدي هذا الاسم ممكن يعبر عن مضمون هاي المسابقة يعني نحنا أدى بتحسي إنه خلص يعني اللي فايت فايت خلص عرفان إنه هو أدى حتى لو مكان عنده المقدرة الكافية حتى يشارك بهي المسابقة نحنا أدى رح يكون عنوان كل مسابقة بكل سنة ولا رح يتسم تغيرهم نحنا كل سنة بيكون في شعار هذا الشعار نطرحه للأطفال حتى نخلق لهم هذا التحدي السنة كان نحنا أدى لأنه في أطفال كانوا خايفين وأنه في ناس شتركوا قبل كيف نحنا بنقدر نفوز وكانوا عم يشوفوا التدريبات طبع الأطفال فكنت عم خبرهم أنتوا أدى أدى بالمشاركة أدى بأي تحدي هتواجهوا أدى حتى بأنه لما بيوقع القلم أنك أنت تنزل تجيبه وعادي تكتب أنت أدى بكل شيء هون شكر كبير للمقدم اللي كان عم يحمصهم هو يقول نحنا والأطفال كله بصد عالي يمكن وصل لكل المخصص يمكن يضل هذا الشعار على مسمع دنيون طول مسابقة إن شاء الله ويضل معهم بمهارات حياتهم كلها إن شاء الله سيدة رفيدة لما نقول سودوكو الذاكرة الذهبية ومكعب روبك يعني نحن نكون نحن نحن نحكي ضمن أنواع الحساب الزهني أم لا هي شيء مختلف عن الحساب الزهني خلينا نوضح لأنه أحيانا يمكن في لخبة حول هذا الموضوع أنهن نفسهم حساب زهني عمشي منفصل عنه الحساب الزهني عبارة عن أرقام يتحدى حال الطفل أنه يحلى عمليات حسابية جمع طرح ضرب اسمي وقد يصل كمان للجزور والفواصل أما الزاكرة الذهبية هو كيف يتذكر الطفل مثلا أرقام سنائية أو حتى صور أو كلمات أو وجوه أو تواريخ الزاكرة في عنا طفلة كمان عمره كتير صغير يمكن ثمين أو تسع سنوات تذكرت خمسين بطاقة بعد ما شافتهم لمدة دقيقة وحدة بس فهي القدرات الخارقة اللي بيقدر المدرب بيصنعها داخل الطفل نحن بس منضوي عليها زكاء فراغي لازم الطفل يحل هذا المكعب اللي أحيانا بمسكور كبير ما بيعني شو بده يعمل فيه لا يعمل وش واحد هو قدران الطفل يحل كل الطبقات طيب خلينا نحكي عن مستقبل هذه المسابقة واليوم إذا طفل شارك بهذه المسابقة ونجح فيها مستقبلا لما يكبر بده يقول أنه أنا نجحت بمسابقة نحن أدى شو هي المؤهلات يلي بتقدم هاي المسابقة على الطفل لما يكبر شو تقدم له لمستقبله أو بتضيف أكيد الطفل اللي حيتغير فيه كثير أشياء هو حيعرف حتى شو المسار المهني تابعه نحنا علينا كمدربين أنه نضوي على هذول الأطفال وإن شاء الله بيجوا داعمين لألون وبيخلوهم بمكان أفضل بإذن الله نحنا تنتهمهم متنا لـ 12 سنة لكن منضل معهم بذكرياتهم الحلوة ويمكن بالأشياء الجميلة اللي لحنا زرعناها فيهون عن سوريا عن التعليم عن المهارات العقلية عن أي شيء مفيد خلينا نعطي هايك نصائح سريعة بالخطام للأهالي كرمال اللي يسجلوا ويشجعوا اليوم أطفالهم اللي يتعلموا الحساب الزهني لأنه هي فعلا وبس بتفيد اليوم بالدراسة إن كان يستفيدوا منها برياطيات أو المواد العلمية لأي ممكن تفيدون بمجالات الحياة بأمور كثير عادية داخلينا نعطينا صار أنا بتي خبر الأم الأب أي مهتم بالطفل استثمر هذا الوقت من طفلك المدربين ما شاء الله صاروا كتر وموجودين وينما كان ممكن أنك أنت أو أنت تختار مدرب مناسب لطفلك وتستثمر هذا العمر بأنك تزرع فيه ثقافة تخليها إن شاء الله معه لطول العمر بإذن الله إن شاء الله يعني أكيد بالخطام بدنا نتمنى كل التوفيق والنجاح والتمييز والإبداع لكل المشاركين لكل الأطفال المشاركين بهذه المسابقة وابنا نقول إذا حدا ما نال النتيجة يلي بدو إياها شارك سنتجاي وتأخذ أكيد هو يستفيد خبرات ويتعلم شكرا لك أستاذي رفيدا شكرا لكم لأستضافتكم شكرا لك ويعطيك العافية وجهودك مشكورة وجهود كل المدربين الموجودين بالمسابقة أهلا وسهلا فيك شكرا لك